برج الجوزاء يومين هيكون شوية فيهم نوع من أنواع التوتر أو متطلبات أو قلب الدماغ شوية لكن هيكون عندنا باقي الأيام هتكون لذيذة كتير خاصة اليوم الأخير يوم 28 اللي هو الأمر موجود في برج الدلو طب خلينا نتكلم الأول على اليومين اللي هم تؤال علينا شوية أو فيهم النوع اللي هو توتر شوية أو قلب الدماغ يوم 22 ويوم 23 ليه؟ لأن بالنسبة لنا الأمر موجود في برج العارة والمنزل السادس ده بيأثر كتير على أنه ممكن يكون عندك متطلبات طبية أو زيارة طبيب أو بالنسبة لك أنه متطلب أكتر أنك تهتم بصحة تهتم بالنظام الغذاء تهتم بنوعية المشروبات الخاصة فيك فإذن أنت عندك فيه اتباع لبعض العوامل الطبية أو اللي هو لازم أكل كذا لازم أشرب كذا فإنت عندك ده يمكن على فكرة يكون عندك اهتمامات لها علاقة بيه أنك تخسف اللي هو لأ أنا عايزة أكون الأكل صحي جدا فإذن فيه حاجة لها علاقة بيه أمر طبي أمر خاص بيه أننا مجبر على نظام أكل معين على مشروبات معينة على تعاملات معينة طبعا هتخلي بالك كثير على أنه يحصل فيه دور برد يحصل فيه أي حاجة المجازفات فيه مثلا السواقة القيادة يعني أو أنه أنت تعمل مشوار بشكل تقيل عليك كل الحاجات دي مش مطلوبة يعني المطلوب أنك تحافظ على صحتك أكتر إن أصلا ما كانش عندك متابعة طبية أو زيارة طبيبة طيب ده اليومين اللي هم تقال فيهم قلب الدماغ تفكير كتير ولو لا أخلي بالي كذا لا أعمل كذا الأيام اللي بعد كده بقى بالنسبة لك إيجابية صراحة يعني فيها كتير من الأشخاص اللي هتظهر اللي هتوقف معاك وهيكونوا مساندين كتير بالنسبة لكم قادر أقول إن أنتو بتعرفوا أشخاص على حقيقتهم جدا جدا خلال الفترة دي اليوم الأميز والأقوى زي ما قلت لكم يوم 28 يوم واحد مارس الفترة دي الأمر موجود في برج الدلو عندك عطارد مازال موجود في برج الدلو ده لحد يوم 9 مارس يعني الأجواب بالنسبة لك هتبقى لطيفة كتير على المستوى المهني والمالي قادر أقول كده برج الجوزاء بالنسبة لك أنت عندك خلال يوم 28 في أفراح متعددة قادر أقول إن أخبار سر وقت حلو كتير إن أنت تنطالك وتعمل اللي أنت عايزه عايز تتقدم الوظيفة تعلن عن مشروع تقرب من علاقات تقرب من اتصالات الجو بالنسبة لك رائع جدا ومميز كتير برج الجوزاء لما نجي بقى نتكلم على الوضع المهني على حدى الوضع المالي العاطفي يعني الأمور المهنية عطارد بيخدمك كتير جدا بموقع في برج الدلو لأن أنت عندك إيجابيات على المستوى المهني عندك تحضير الأمر المهني عندك أشخاص هيكونوا مساندين لي جدا جدا في الأمور المهنية عقود مهنية يعني فيه تعاقد لأمر مهني أو أصدقاء إن هما بيعرضوا عليك عروض مهنية يعني صديقي يعرض عليك إنك تكون شريكه في عمل أو بيعرض عليك وظيفة جديدة فإذا أنت عندك الأجواء دي كتير خاصة إن لو أنت شخصي بتتعامل مع شخصيات أجنبية أو بتتعامل أجنبية عندك أو أن أنت بتتعامل بدولة غير دولتك يعني لو عندك شغل في دولة غير دولتك يبقى عندك نجاح مضاعفة عندك قوة مضاعفة عندك فيه أمر ما هيبقى جيد كتير جدا على المستوى المهني خاصة بالنسبة لك الأمور اللي ليها علاقة به العروض المهنية هتبقى يوم 24 و 25 جدا يعني حد بيعرض عليك عرض مهني أو قوة مهنية أو حاجة متميزة بتصل إليها يوم 24 و 25 جدا من الوقت ده يعني من الوقت ده ومعيك بقى يوم 26 و 27 فيه عقد فعلا فيه فيه حاجة بتصل إليها فيه الموافقة على قرار معين أنت مقدم فيه بالنسبة لك كمان فيه انتصارات في أمور قضائية وأمور قانونية فيه نتيجة بتظهر أو امتحان أنت بتقدر تكتازه بشكل إيجابي نتيجته هتكون رائع فيما حتى بعد فإذن ده شكل الأمور المهنية الأمور الدراسية عندك امتحان أو عندك حاجة زي اختبار بتنجح فيها كتير أو فيه ظهور نتيجة إيجابية لبرج الجوزاء إذن برج الجوزاء ده من ناحية المهنية ومن ناحية الدراسية الوضع المالي بتسعى كتير ليه أن انت تنجح من ناحية المهنية أو المالية في الوضع المهني ليه أن انت تنجح فيه أمر مهني النقطة التانية يا برج الجوزاء أن انت عندك أجواء قدر أقول أن هي ممكن يكون مشروع بيكسب أو أن انت بتشتغل أكتر يعني بتحاول أن انت تشتغل أكتر أو أن انت عايز تنجح أكتر عشان خاطر ان انا احقق مكسب مالي اكتر فيه بالنسبالك نوع من انواع المنافسة انت هتبقى بناجح كتير فيها يعني ايه؟ يعني فيه حد بيه نفسك ان انا هكسب اكتر منك او اني انا هبقى احسن منك انت بتحط في بالك فكرة المنافسة انت بتبقى احسن من اللي قدامك بس ما تروحش تنفس بالشكل يعني اعتبرها نصيحة حلوة كده ما تروحش تنفس اللي قدامك بشكل مباشر لو بص انا هنفسك وهوريك بقى لا مش مش كده خليك كده من جواك كده اشحل نفسك من جواك لا انا لازم اعمل كذا 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 انا لازم حد بقى ايه قوعة لو انت حطيت في بالك ان النجاح والتطوير ويه ويه هتبقى احسن حد برج الجوزاء اصلا بجموعة الابراج الهوائية عامة لما بيحطوا دمخهم في حاجة بيعملوها الله فسما لو ايه بيعملوها فبرج الجوزاء انت عندك انتصار في الناحية المالية عندك رد حقوق جدا جدا خلال الاسبوع ده قوي بالنسبة لك يعني اكتر وقت فيه رد للحقوق بالنسبة لك 26 و27 يعني بتصل الى الى حاجة مهمة جدا جدا انتصار مهم جدا فاذا فيه مكاسب مالية فيه ردوط حقوق فيه بالنسبة لك ان انت بتسعى الى نجاح مالي فبتقدر بالفعل ان انت اتحققه بالنسبة ليه الامور العاطفية الوضع العاطفي بالنسبة لك كوكب الزهرة موجود فيه برج الجدي مازال ويه طاقة المريخ موجودة برج الجدي بتقصر عليك جدا برضو ده بالنسبة لك هو المنزل الثامن فاذا انت عندك الوضع العاطفي اقدر اقولي معناها ان انت بتحضر كتير لأمور عاطفية بتحضر كتيره بقرارات يعني عندك قرار مالي امر عاطفي يعني فكرة ان انا عايز ارتبط بفلان او بتاخد قرار ان انا عايز ان انا اكمل في العلاقة دي او ما اكملش عندك ده يعني فيه خطوات لأمر عاطفي فيه ان انت بتسعى اجتهادة عارف فكرة ايه اللي هو اتنين مخطوبين بتشتري الشقة بتجاهزوا الشقة بتجاهزوا العفش بتجاهزوا مش عارف ايه فعندك الاجواء دي فيه حركة ليها علاقة بالامر ده جدا فيه قرار زي قرار اتفاق اتفاق على خطوبة اتفاق على زواج اتفاق عقد فيه تعاقد موجود فاذا فيه الاجواء اللي زي كده فيه تحضير لأمر عاطفي فيه تحضير لموليد ده في خلال الاسبوع ده فاذا هو اسبوع ليه علاقة بتحضير اسبوع ليه علاقة بتحضير بيبدأ بقى بالفعل عندك الاخبار العاطفية والتحضير ده بيكون يعني بياخد قرارات اساسية او خطوات اساسية من يوم 5 مارس طيب ده بالنسبة ليك يا برج الجوزاء في الامر العاطفي للناس اللي مش مرتبطين هلا يبقى عندنا طيب معجبين برج الجوزاء اصلا بالفعل عنده معجبين طول الوقت خلال الفترة دي كتير اصلا عايز يقرب منك كعلاقة رسمية عارف فكرة لما يبقى انت مثلا وعدا بيبقى كتير عايز يرتبط بيكي او كتير فلانة شافتك فعايز اتاخدك لبنها فيه الشغل ده كتير هتلاقوه يعني هتلاقو النقطة دي موجودة كتير فيه كلام على على امر عاطفي فيه اسئلة كتير عليها علاقة بامور عاطفية فيه ان برج الجوزاء مهتم جدا بشكله مهتم كتير بمظهره مهتم كتير اني انا ابقى حاجة مميزة وسط الناس ففكرة التميز اللي انتو بتسعوا اليه والشكل وي 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 ده بيخلي ان كتير عنهم عليكم يمكن يكون عندك اهتمام اكتر بالامور المهنية على فكرة بس الفكرة كلها ان انتو عندكم اهتمام بشكلكم وبمظهركم كتير وده بيخلي الجنس الاخر ينظر لكم نظرة خاصة علاقات الصداقة يعني خاصة لو انت عندك اصدقاء من الجنس الاخر هتلاقيهم انهم بيساعدوك بزيادة معجبين بيك بقى معايزين يوقفوا معاك باي شكل من الاشكال يعني لعله وعسى تتحول العلاقة من صداقة العطفة يعني ففيه ده جدا طيب برج الجوزاء للناس اللي هم منفصلين الماضي عايز يصلح معاك العلاقة كتير يمكن تكون انت مش عايز تصلح العلاقة او عايز اللي هو يعني اصلحها بشكل سوري كده عشان اخلص وخلاص لكن الفكرة كلها ان كتير عايز يرجعلك الفكرة كلها ان انت عندك يا شروط قوية قوية اما انت هتبقى رافض فكرة الرجوع بس هتقضيها لائكة اننا منضحك بوش عشان نبتق شر الحليم زغضب يعني طيب ده بالنسبة ليه الناس المنفصلين الناس المنفصلين عندهم حب جديد عندهم حب جديد بس القرارات الاساسية او العلاقة دي هتبدأ انها تظهر او تبقى متقلقة اكتر امتى من يوم 5 مارس بعد 5 مارس هتلاقي الاجواء العطفية بتتميز وتبقى متقلقة اكتر طيب برج الجوزاء قادر اقول بالنسبة لنا كمان الوضع العطفي بمجمل عام لو انتم مرتبطين العين عليكم كتير عارف فكرة السؤال اللي هو هتخلفه امتى عارف فكرة السؤال اللي هو السؤال اللي هو ليه علاقة به ان انت مثلا هتتجوزه امتى هتعمله مش عارفة ايه فين الاسئلة الكتير دي فعندك اسئلة كتير هتبقوا بتتعرضوا ليها جدا جدا برج الجوزاء الامور الاجتماعية بالنسبة لك انت تكون اكثر اجتماعيا نجاح في حاجة زي كأنك شخص مشهور كده كأنك بتتشهر اكتر كأنك بتتعرف كأن الاشخاص اللي حواليك بيقربوا منك بزيادة هتلاقي اصحاب يتواصلوا معاك بشكل كتير اقوى فاذا في اتصالات تواصلات اجتماعية قد ايه انتوا هتكونوا عندكم نجاح جدا قوي في امر ما مهم جدا جدا بتعدوا منه او ممكن يكون زي تعاقد ممكن يكون سفر ممكن يكون نجاح فقضية ممكن يكون بالنسبة لك في حاجة لها علاقة بعمل قوي جدا في عندك حاجة لها علاقة عارف فكرة لما تبقى حاجة انت مش متوقعة لقى انت نفسك تستغرب منها من ايجابيتها عندك حاجة لها علاقة بالامر ده جدا فهو الاسبوع ده اقدر اقول ان هو اسبوع انتقالي لاصحاب برج الجوزاء وعندك كمان بتبدأ مرحلة انتقالية تاني من يوم 5 مارس خلينا بقى لما نيجي شهور مارس نبقى نتكلم برج الجوزاء اقدر اقول ان عندنا ازبوع ايجابي كتير حاول ان انتوا تكونوا بتستغلوا طاقة اليوم بيومه جدا باشكركم جدا جدا بتمنى كتير ان اكون في التوقن ما تنسوش لايك وشراك في قناة تفعيل الجرس سلام